نستعد ازاي لمباراة السنغال الجاية؟ يعني عندنا زهاب وقياب الزهاب عندنا القياب عندهم نستعد ازاي لهذه المباراة اللي احنا محتاجينه؟ طيب انا برضو بقى النقطة دي بقى مهمة جدا جدا لاني باسمع كلام كتير يعني انا برضو عايزيني ما نيجي نتكلم نتكلم بالمنطق اجيالي اقول ايه؟ معاوش هي اكتهادات ولا تسريبات ولا موضوعه مش ازاي؟ من غير ما تقول اكيد اكتهادات استحد الكرة ايه؟ هيكتمع مع كيروش طبيعي ده طبيعي على الفكر بالمناسبة هقدم تقرير يكتب عملنا كزا اتعرضنا كزا في الايجابيات كزا استلبيات كزا محتاجين نعمل واحدين تلاتة الفترة الجاية اجيالي ايه تحضير لتجهيز مباراتين من العارة التقيلة المتخب مصر قبل المتشاطين الصغير امتى يا جماعة؟ يعني هنقل المتشاطين امتى؟ الناس تقول احنا داخلين على مطحنة كروية لكل الاندية في العالم امتى انت انا اقول انا فكر مش مصر بس يعني الجدوى للدورة نزل بالمناسبة المتشاطينouting اللي جاي وفيه دورة بطال افريقيا ده يوم الجمعة جاية الجمعة جاية دورة بطال افريقيا جمعة وسبت الحد الكونفدرالية عندنه اربع فرق اهل والزمالك في دورة ابطال مصر وبرمتز فيكو اربع فرق بيلعبوا جمعة وسبت وحد وهيرجعوا من الافريقيا يلعبوا يوم التلات ويلعبوا الجمعة وسبت الي بعدهم بشكل مكسف يبقى إحنا منتكلم ومنتحكش عن الناس أولا أنت الدوري من الصعب بل من المستعيل أنك تأجل ماتشاط لأن إحنا أصلا متأخرين ولسه الدوري الأول هي قصة ممكن في مايو الله أعلم الموسم ده أمتى أصلا نحن شغالين فيه حاجة تانية دارة الأفريقية والكونفدورية ما فيش تأجيل لأي مباراة تحت أي وضع من الأوضاع هم بس أجلوا ماتش الأهلي أولاني إن الأهلي مكمل في تأسان الاندية أصلا غلط على اللعيبة أنا النهار ده لو بتكلم عن اللعيب أكيد هيحصل له إصابات لأن بدنيا ده واحدين تلاتة يبقى نتكلم بالمنطق ما حدش يقول لي في مباراة وديها قواني متخب مصري من اللي يتم الأدد لها هنلاعب إمتى ومع مين يعني إنت هتلاعب حد بره إشان الدولية ده أولا فما حدش هيجي لك قواني ده رقم واحد ثانيا ما فيش وقت يعني الأندية الأهلي والزمالك وابرة من الزوال مصري عندهم ماتشاف في الفترة وإن 18 إلى 20 مارس يبقى أنت هتلاعب إمتى يعني هما دول الأندية اللي فيها الأعمى معظمها قواني متخب مصر والمحترفين مستحيل يجو لك قبل ساعة من بداية توقف الدول هنلاعب إمتى يبقى بلاش نقول كلام مش هيحصل يعني فكرة أنه يقول لك إيه في ماتش قواني متخب مصر وماتش قواني قواني مع مين ومين اللي هلعب لكن خلينا نقول إن الناس بقت بتسمع للمنابر الرياضية الإعلامية الصحيحة واللي كمان هي بتعكس نفس الروح اللي موجودة في الشارع بشفافية كبيرة كيفان برحل حصل شجع متخب مصر شكرا متخب مصر على طول 3-3 ثواني نقم واحد في مصر حاجة عظيمة جدا من الجمهور المصرية وعندها وعي كبير جدا جدا في فترة جاية اللي أتمنى لما كيروش يعمل اجتماع على تحديد الكرة يبقى فيه اجتماع تاني ومهم ومصيري مع مدرب الأهلي والزمالك والمصري وأي نادي فيه لعيبة بتروح متخب مصر يعمل اجتماع بين المدربين في الأندية دي مع كيروش هو ده بقى الاجتماع المستنيه والمهم يا جماعة فيه مصلحة متخب مصر مهمة جدا جدا لنا كلنا والأندية أحنا أكيد الأهلي عاوز يكسب أفريقيا تاني الزمالك عاوز يكسبها بعد غياب 20 سنة براميز عاوز يحقق أول لقب أفريقي دي في تاريخه المصري هو كمان من حقه هو عاوز ينافسه جاي مدرب تنسي عشان المنافسة دي طموحات مشروعة ما حادش يقدر يخفالها لا كلنا عندنا طموحات سوا على المستوى المحلي يبقى نجيل المداربين دول نجيل المداربين لهم خلي بالك يا جماعة اللي عادي عنده أجهات اللي عادي عنده كذا يعني عايزين نعمل نقعد مع بعض قاعدة نتفق إزاي يبقى فيه حمل بدني واتفاق بين الأندية وبين كيروش وجازة الفن المتخب مصر عشان خاطر الفترة الجاية مهمة جدا جدا عشان يبقى فيه مصلحة منتخب مصر ما حصلش فيه ضرر لي ولا الأندية تتضرر ويبقى في الآخر إن شاء الله ربنا يكرم الأهل يتكسع من الأندية في كرة القدم والزمانة كمان في كرة السلة والاتنين يعني يعملوا أداء مبهر ويعملوا نتائج تزود من قيمة الكرة المصرية عامة فحيح البناء على مصابق ده شيء مهم جدا جدا والحفاظ على المكتسبات اللي احنا طلعنا بها من بطولة أفريقيا أعتقد ده مهم وزي ما قلنا زي ما فيه اجتماع اتحاد كرة مع كيروش أتمنى بفيه اجتماع بين كيروش ومداربين الأندية أو حتى بفيه تواصل واتصالات عشان في فترة الجاية مهمة بفيها مراعاة لمصلحة الأندية اللي بتمثل مصر تحديدا إنه هم برضو بيمثلوا مصر ومراعاة للعيبة بعد كل طبعا ما هو اللعبة هو الأساس عشان نقول ليه يجتمعه عشان تحضير اللعبة دي بشكل معين عشان ناميجا 24 مارس يكون جاهزين جاهزين ورسالة تانية لكل لعبة مصر سواء طريق حمد في الزمالك أو أفشا أو أي لعب تاني كل لعب يجتهد قدنا شوفنا محمد عبد المنام شوفنا عمر كامال عبد الواحد شوفنا أحمد فتوح فتوح طبعا كان موجود من قبل كده لكن وصل بأداء وعلي بشكل خلاص حتى رجله الناس بيتعرفة فتوح في التشكيل الأساسي من قبل ما كيروش يقول شوفنا نمازج وأمثلة كتير جدا جدا حتى مرون حمدي كله يجتهد ليه لا تكون انت واحد من العيبة الباب مفتوح للكل عشان برضو نقفل حتة أصله مش عارف بيحب فلان وما بيحبش فلان وإحنا أكيد عايزين نشوف تاني طارق حمد وأكيد عايزين نشوف تاني حمد مجدي أفشل لأنه أمتعونا في الحقيقة قبل كده